مصر خلال العشر سنوات اللي فاتت شهدت إنجازات في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات عشان كده شفنا نهضة عمرانية كبيرة جدا في هذا القطاع العقاري بمختلف مجالاته احتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية من سنة 2014 ورغاية دلوقتي الخطة دي بترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية اللي ممكن تكون بتتصل الاتصال مباشر بجودة الحياة اليومية للمواطن احنا النهاردة معانا النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هنتكلم معاه عن ملف الإسكان بصفة عامة من نورنا مشرفنا وسعادة أبو جودك سلام عليك طيب لما نجي نتكلم نقول ملف الإسكان وملف تطوير العشوائيات يعني واحد من أهم الملفات اللي كان فيه التحدي كبير قوي قدام الدولة ما حدش كان متخيل أن الناس اللي هي ما عندهاش أي حاجة خالص مش أظايب عندها بيوت بالحلاوة دي في الوقت القليل ده والاهتمام يكون بالشكل ده آه طبعا يعني ملف الإسكان في مصر ملف من أهم الملفات اللي ممكن نقدر نتكلم فيها لأنه طبعا ملف يعني تركة للإهمال لعقود عديدة جدا فكانت في حالة من العشوائية شفنا انتشار أيضا المناطق غير الأمنة والمناطق السكانية العشوائية الغير مخططة فبالتالي كان توجه الدولة المصرية وده شيء احنا بنوثني عليه أنه في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول يعني النهضة عمرانية كبيرة جدا شهدتها مصر في كل المحافظات على مستوى كمان النقل الحضرية اللي حصلت فيه تطوير العشوائيات وفي نفس الوقت أيضا انشاء التجامعات العمرانية الجديدة علشان نقدر نخف الضغط شوية على الشريط اللي عايش عليه مصر السبعة في المية اللي مصر عايش عليها فبالتالي احنا بنتكلم على بنية تحتية استثمار في البنية التحتية استثمار في التجامعات السكانية الجديدة استثمار أيضا في مسألة تطوير العشوائيات لأنه في الحياة الأرقام لما نيجي نسمع عن الأرقام نحس أنه فيه يعني سعادة بهذه الأرقام يعني إحنا عندنا في ملف تطوير العشوائيات اقتربنا من حوالي 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات إجمالي العمليات الخاصة به النقلة الحضرية اللي شهدتها قطاع الإسكان والمرافق تقترب من حوالي 425 مليار جنيه فبالتالي إحنا بنتكلم على أن الدولة المصرية استطاعت أن يتضخ أموال بشكل كبير جدا بشكل فاعل عشان نشوف أهلينا اللي كانوا سكنين في المناطق العشوائية انتقلوا إلى مناطق حضرية زي طبعا حي الأسمرات يمكن ده الحي الأشهر يعني إحنا شفنا نقلة كبيرة جدا لسكان كانوا عايشين في حالة من التهديد وحالة من العشوائية ومنازل غير آمنة انتقلوا إلى المنازل الآمنة شفنا أيضا مسألة تطوير وتخطيط المناطق الغير مخططة اللي كانت برضو انشئت بشكل عشوائي وبالمخالفة للقانون وبمستوى معين من التعديات سواء على أراضي الزراعية أو على أملاك الدولة فبالتالي شفنا أيضا نقلة في هذا الملف وإن كان لسه طبعا المواطن عشمال أنه هو يشوف تخطيط أفضل من كده المشكلة كمان بتتكلم في النقطة دي تحديدا الناس اللي موجودين اللي بانوا بشكل مخالف بيطلبوا من الدولة بتوصيل المرافق إحنا عايزين ميا وإحنا عايزين كهرباء وإحنا عايزين صرف ومحتاجين غاس طبيعي طب ما هو إزاي ويعني مفيش مساحة تسمح بالكلام ده شوف حكا هو طبعا ده برضو ملف داخل في ملف التصالحات على طبعا المخالفات في البناء وده برضو من أهم الملفات اللي تركت لإن إحنا برضو بنتكلم في نسبة سكانية مش قليلة يمكن إحنا بنتكلم في حوالي 15 مليون مواطن طبعا الظروف خلال 11 سنة أو 13 سنة اللي فاتوا برضو كان في حالة من البناء العشوائي للعمارات والعقارات فبالتالي ده ملف برضو خلاص يعني المسئولية المجتمعية هنا تقتضي أن الدولة طبعا تحطي ديها في هذا الملف الملفت برضو أن معظم العقارات دي متوصل لها مرافق بشكل كبير خلينا برضو نقول أن المهم أن الدولة فتحت هذا الملف أيضا بشكل فاعل سواء كان بقانون التصالح اللي بيشغل به دلوقتي أو القانون اللي الدولة إن شاء الله وإحنا فيه البرلمان هنقره إن شاء الله خلال الفترة القادمة فبالتالي أنت حطت إيديك كدولة وكبرلمان على مشاكل الإسكان والتعمير والمرافق والمخالفات خلال العقود اللي فاتت اللي إحنا متأملينه زي ما أقولت لحضراتكم أن 425 مليار جنيه ده برقب مش قليل منتظر أيضا من ملف التصالح أنه يدر على الدولة مليارات برضو كبيرة جدا لأن ده ملف يعني إحنا ممكن الإحصائية الأخيرة أنه كان حصيلة التصالح خلال الفترة اللي فاتت دخلها في حوالي 9 مليار جنيه وبنقول إن دي نسبة تقترب مثلا من حوالي 10% من من لهم حق التصالح فبالتالي إنك أنت تنتظر باقي المواطنين هما يقدموا في قانون التصالح الجديد ده أيضا هيدر على الدخل الدولة عائد كبير جدا حيساعد أيضا في مسألة توصيل المرافق بشكل فاعل طيب بعد ما المرافق بتوصل الناس برضو بشكل أو بآخر بتحاول أنها تتكدس 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 فبتعمل نوع من أنواع الضغط الشديد جدا فإحنا نبقى بنعمل توصيل للحاجة وبعد كده نرجع نبوزه طيب طيب ده برضو مرتبط بالثقافة بمعنى إن المواطن بيبقى عايز خلاص هو تحصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض بيبقى عايز يبني عشان ولاده يبقوا سكنين معاه فبالتالي يحمل مرافق الدولة أعباء وضغط هي مش مؤهلة لي ده هيدخلنا في ملف المجتمعات العمرانية الجديدة والتوسع العمراني وإزاي إن احنا ندي مساحة للمواطن إنه هو ينتقل إلى المدن الجديدة بس طبعا بتايسيرات وتسهيلات مادية لأنه برضو في الارتفاع الرهيب لسوق العقار أعتقد إنه محتاجين نظرة في مسألة إن المواطن يقدر إنه هو يدفع فلوس الوحدة اللي عايز يسكن فيها سواء له أو لأولاده لو قدرنا إن إحنا نوصل في هذا الملف إلى إن إحنا ندي إتاحة للمواطن إنه هو يتحرك في هذا الاتجاه بشكل أيسر وأسهل أعتقد إنه إحنا هنلاقي برضو حالة من الانفراجة الكبيرة جدا في مسألة التكادس السكاني على مستوى المحافظات عظيم سيد تنابي إحنا إحنا إزاي قدرنا نعمل حصر بالأماكن العشوائية الموجودة في مصر مشكلة طبعا الأماكن الخطرة لأن دي كانت أماكن معروفة والحمد لله خلاص تم غلق هذا الملف نهائيا ما فيش أماكن خطرة دلوقتي هلين موجودين فيها؟ يمكن طبعا أنت عندك وزارات معنية بهذا الملف زي التنمية المحلية والإسكان وجهاز التنصيق الحضري دول اشتغلوا بشكل كبير جدا على حصر الأماكن سواء العشوائية أو غير المخططة عندك أيضا التصوير الجوي اللي تم خلال العشر سنين اللي فاتوا يمكن حصل مرتين للتصوير الجوي طبعا بتعاون القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية يعني كل المؤسسات دي والهيئات تعاونت علشان تقدر تحصل الأزمة المتعلقة بأزمة السكن والمناطق العشوية والمناطق الخطرة ده ساعد في حصر المشاكل ساعد في تحديد أوجه التعامل وكيفية العلاج وأعتقد زي مرتاحيك أن في خلال عشر سنين اللي فاتوا دول يعني قدرنا أن احنا نتحرك بشكل كبير جدا في هذا الملف عشان نشوف حي الأصمرات نشوف المدن العمرانية الجديدة نشوف حالة من فك التشابك والأزمة المتعلقة بالتكادس السكاني على مستوى المحافظات وشوفنا المنصورة الجديدة ويعني شوفنا طبع ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة فبالتالي أنت عندك برضو مشروعات ويمكن استثمار الدولة في البنية التحتية كان استثمار مهم جدا سواء على مستوى المدن أو على مستوى كمان الطرق والمحاور اللي تم طبعا عملها بشكل كبير جدا على مستوى المحافظات طيب واحد من المشاكل اللي كان دايما بتواجه الناس في المدن أو في عواصم المحافظات إن الدنيا دقت عليهم خلاص ما بقوش رحقين يتحركوا مش عارفين يتحركوا الأسعار بقت شديدة الغلو والمسيحات بقت شديدة الضيق فجاء حل قامت مدن جديدة الأغلب الأعام إن لم تكن كلها مدن دكية بتبقى الظاهير للمدن الرئيسية اللي كانت موجودة في المحافظات ده ممكن يوسع ويفرج على الناس إزاي ده حدخلنا إلى منحة في مسألة تغيير الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات لأن برضو في منقشة المسألة الخاصة بالتكادس السكاني دي أنت بتكتشف أن في بعض المحافظات ما كانش لها ظهير صحراوي فبالتالي مسألة التوسع العمراني كانت بشكل رأسي مش بشكل أفقي ودي اللي كانت بتمثل عبق جبير جدا على شبكة المرافق في المحافظات أنا في تأدير الشخصي أنه أيضا في خلال الحوار الوطني والحديث حول إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات حيسمح بأن المحافظات اللي ملهاش ظهير صحراوي بقاليها ظهير صحراوي وتتوسع بشكل أفقي بحيث أنك أنت تفك التشابق والضغط الكبير اللي موجود بنشوفه طبعا فيه المدن وعواصم المحافظات يمكن ده حيدخلنا برضو إلى منحة آخر في مسألة إقرار بقى المجالس الشعبية المنتخبة وقانون المحليات وتطبيق اللي مركزية عشان نقدر نوفر الدعم المادي الخاص بالمحافظات اللي يساعدها في مسألة تطوير شبكة المرافق أو كمان في منح المواطنين الفرصة للتمدد بشكل أفق عظيم طيب سيادة رئيس لما كان في ده منهور حد من أسادة المواطنين بيقولوا أن في قطعة أرض في حد تبرع بيها ومحتاجين أن نعمل جامعة فكان الرد أن عندنا جامعات في مصر تكفي بمعدل الزيادة السكانية بتاعتنا تكفي لـ 20-50 لاستيعاب الطلب الموجودين في مصر صحيح فده تخطيط واضح أن نحن مش محتاجين جامعات مش محتاجين ننفق على إنشاء جامعات جديدة خلال الفترة اللي جاية لأن نحن بالفعل عندنا الجامعات بتاعتك طيب في ملف الإسكان هل نعمل مجتمعات عمرانية جديدة هل بنخطط للشباب الحالي فقط لهذا الجيل الحالي أم بنخطط الأجيال القادمة كمان لا طبعا مشاكل كبير جدا يعني حجم الإنفاق الكبير في هذا الملف يدي لك الانطباع والإحساس واليقين بأن إحنا بنخطط لي ما يقلش عن 20-50 مثلا ويمكن أكتر من كده كمان الفاصل في هذه المسألة هو تغيير ثقافة المجتمع بضرورة الخروج من الشريط الدية الدلتا اللي إحنا عايشين فيها إلى رحابة بقى مصر يمكن إحنا بنقول أن مصر كانت عايشة على 7% ومصر الآن تبنى ب7% أخرى فبالتالي أنت محتاج تغيير الثقافة ترفع الوعي الخاص وده كان تطور طبيعي إحنا اتضعفنا كأعداد مصريين في الفترة نعم طبعا إحنا اتضعفنا كتير جدا على نفس المساحة فبالتالي التحرك على المساحة الأوسع محتاجين 3 أمور رئيسية أول حاجة طبعا تغيير الثقافة زي ما قلت حضراتكم أن الأب عايز الأولاد يكونوا سكنين معاه بغض النظر هل فيه فرص عمل ولا ما فيهش هل الإتاحة موجودة ولا لأ هل المرافق تشيل الأعباء دي ولا لأ فمحتاجين إحنا نغير ثقافة المواطن أنه يتحرك ناحية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الأمر الآخر أنك تديره الإتاحة المادية أن تبقى الأسعار برضو فيه متناول الفئات سواء كانت متوسطة أو دون المتوسطة أو الإسكان الشبابي أو الاجتماعي أو أيضا الإسكان المتطور أو المتميز وده وفق طبعا احتياج ووفق إمكانيات كل مواطن بس في الآخر إدي الإتاحة والإمكانية لكل مواطن حسب قدرته المادية أنه هو يقدر يتحرك ناحية المجتمعات العمرانية الجديدة الأمر الثالث والأهم هو ضبط المنظومة أننا لا أسمح بالمخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة لا أسمح بالامتداد العشوائي لا أسمح بالمخالفة بتغيير الاستخدام يعني لا أسمح يمكن هو ده مربط الفرص يعني يمكن إحنا فلوس كثير قوي تصرفت وشكل محاولة لتغيير شكل ونمط الحياة كثير تم المحاولة عليه متابعة بقى ما بعد الإشغال ومتابعة ما بعد السكن أعتقد ده هو اللي حيقدر يحافظ على الاستثمار ويقدر يبين إذا الأماكن الأخرى هتستمر في أنها بتقدم جودة حياة كويسة أو حتى تتحول لعشوائيات مرة أخرى ده صحيح جدا وده منقسم إلى مسئولية متربطة ما بين وزارة تنمية المحلية ووزارة الإسكان تنمية المحلية فيما يخص طبعا المحافظات وما تقع في ولايتها ووزارة الإسكان فيما يقع طبعا في مسئولية أجهزة المدن الجديدة وده مهم جدا أنه سيفتح لنا برضو باب في ضرورة إجراء الانتخابات المجالس المحلية عشان تمارس الرقابة على أداء المحليات وفي نفس الوقت أيضا تضم أجهزة المدن الجديدة إلى هذه المنظومة عشان تحقق فيها ثلاث حاجات برضو أول حاجة الفعالية في المرأبة الفعالية في التنفيذ وتطبيق القانون على المخالفين عظيم جدا جانب مهم برضو سيد النايب لما نتكلم عن انعكاسات ما يحدث على سلوكيات المواطنين على حالتهم النفسية يعني بكل تأكيد المواطن اللي كان ساكن في العشوائيات في منطقة عشوائية ما فيش خدمات بتوصل لها ما فيش طريق أصلا يعني احنا كنا نشوف حتى البيوت ملسقة لبعضها ما فيش مدخل حتى يساعد دخول العربية للبيوت في ناس كانت عايشة في عايشة على شريط السك الحديد كل الكلام ده خلاص احنا بنقفل هذا الباب تماما وبكل تأكيد أن المواطن اللي كان عايش في بيئة زي دي هيختلف لما ينتقل إلى بيئة تاني طبعا أنت بتدر تقيس ده من معدلات ارتكاب الجرائم والمخالفات العنف الأسري التعديات التجاوزات لما المواطن بيتنقل إلى مكان يشعر فيه أنه هو آمن مطمئن أنه هو وأسرته سلوكه بيختلف وبينعكس على المجتمع ده صحيح خدم مننا وقت لكن في النهاية أنت قدرت تشوف ده مثلا زي حي الأصمرات كنموذج يعني أن السلوك اختلف معدلات النمو اختلفت الأمور بتختلف لما الإنسان بيعيش حياة أدمية في مكان يليق به كمواطن بيختلف تماما على سلوكه اللي احنا عايزين برضو نوجهه أن ده يكون بقى حراق جمعي أن الانتقال إلى المناطق الجديدة ما ينستناش أيضا أن احنا يجب أن نهتم بالمناطق اللي موجودة دلوقتي لأنه في النهاية دول أيضا مواطنين حيكونوا موجودين في هذا الشريط مسألة أنك أنت النهاردة تدي الأمور على يعني على أنك أنت تسيب المجال ناحية إبقاء الوضع في مسألة عشوائيات أو مسألة سكن غير آمن أو أماكن غير مخططة أصبحت غير مقبولة في ظل الجمهورية الجديدة أتمنى أن ده يستمر وإن شاء الله احنا شايفين أن ده بيستمر والتخطيط زي ما حيك تفضلت وقلت أن الدولة نفسها كمان بتخطط بشكل مستقبلي فيه مش حيسمح برضو أن يبقى فيه إنشاءات غير ضرورية ومش حيبقى من الضرورة أيضا أن إحنا كمان نترك هذا الموضوع بشكل من دون يكون فيه رقابة أو متابعة حرارة تكلمت في الشقة اللي أنا كنت لسه عايزة أتناقش مع حرارتك فيه إحنا نتكلم أن فيه نوع من أنواع التطوير الشديد جدا في المجتمعات الجديدة وأن بقى فيه عدد كبير من المجتمعات الجديدة لكن المجتمعات القديمة لسه موجودة والناس القاعدة فيها لسه قاعدة وده مش معناها أن كل اللي موجودين فيها في فئة عمرية محددة لأ برضو بتضم فئات عمرية مختلفة وفيه ناس عايزة تفضل قاعدة في المكان القديم إزاي بنعمل خدمات في المكان القديم تتناسب مع الخدمات الموجودة في المكان الجديد كباري مثلا طرق بتوصل ما بين الاتنين سهولة الحركة ما بين المدينة الجديدة والمدينة القديمة يعني إحنا كنا لسه في دمانهور وكنا شايفين أن بيحصل رشيد الجديدة كان بيحصل الكبري على الوصل ما بين رشيد العادية اللي احنا متعودين عليها ورشيد الجديدة ده موجود في بقى المدن؟ آه طبعا خيباحك ده التزام دستوري يعني الدولة بتلتزم بأن تحافظ على المواطن وتوفر له مسكن آمن يعيش فيه وتوفر له كمان المرافق أنا قلت في حديثي أنه طبعا الأزمة الكبيرة في مسألة التكدس السكاني إننا نفتح النهاردة المجال للخروج للمدن العمرين الجديدة أو يبقى فيه ظهير صحراوي عشان يبقى فيه امتداد أفق للمحافظات ده حيساعد كتير جدا في مسألة تطوير شبكة المرافق الارتقاء بيها صيانتها الاهتمام بيها وأعتقد أن ده أصلا برضو موجود يمكن إحنا كنا بنناقش في لجنة درنة المحلية الموازنة الخاصة به ووزارة تنمية المحلية وبعض المحافظات والحديث مستمر ومستدام في مسألة رفع شبكة الطرق يعني رفع كفاءة شبكة الطرق صيانة المرافق إنشاء أيضا محطات للصرف الصحي في قلب المحافظات ده استحقاق دستوري الدولة ستبقى ملتزمة به حتى وإن كان إن ده بيكلف الدولة مبالغ أكتر بكتير من مسألة أنك تبدأ في مجتمع عمراني جديد بكتلة سكانية معروفة بشبكة تتحمل ذلك فمسألة أنك ترفع كفاءة الشبكة ترفع كفاءة الطرق تسمح بإقامة مشاريع تسمح أيضا بإقامة سكن في هذه المناطق المتكدسة يكلف الدولة أعباء أكبر لكن في نهاية ده استحقاق دستوري عشان برضو الناس تبقى مطمئنة إنه الانتقال إلى المدن العمرانية الجديدة مش معناه إهمال أو معناه إن إحنا نسيب الأماكن اللي موجودة في قلب المحافظات بهذا الشكل عظيم إحنا كان عندنا زمان مشكلة كبيرة جدا في التخطيط وفي التفكير قبل ما نبتدي في تنفيذ المشروعات عشان كده أنا مركز شوية كده على مسألة التخطيط هل إحنا عندنا أصد التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات العمرانية هل إحنا عندنا إحصائية بإحتياجات كل محافظة على حد حيث نحن نشوف هذه المحافظة لها زهير صحراوي إذا ما حضرتك قلت أو نتوسع وندور على قطعة أرض مثلا كانت في ولاية المحافظة أو في وزارة من الوزارات وندخل في مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات ما فيش محافظة في مصر مش محتاجة زهير صحراوي وما فيش محافظة على عموم الجمهورية ما حصلش فيها تكدس لأن زي ما قلت حيك زي ما حيك تفضلت قلت نمو سكاني رهيب جدا على نفس المساحة اللي موجودة منذ مئات السنين فبالتالي الحاجة إلى إعادة ترسيم المحافظات ده التزام لازم حيتم خصوصا كمان أن المدن الجديدة محتاج لها تخطيط بشكل أوسع أن هي تنضم إلى جهات وحدات إدارية ده شيء طبيعي مسألة التخطيط أنا عايز أقول لحدك أن الدولة بتنطلق فيه دلوقتي ده شيء مش مستحدث يعني الخطط دي كانت موجودة لكن في فترة من الفترات خلينا نقول أن صناعة القرار في تلك الفترة ما كانش شايف أنه من الأولوية مسألة الامتداد والتوسع العمراني اللي احنا موجودين في دلوقتي نقول الحمد لله أن الدولة بصت لده بشكل كبير جدا اهتمت به اهتمت على محورين محور أنك أنت ترتقي بالمناطق اللي موجودة في قلب المحافظات من خلال مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن وفي نفس الوقت التوسع بشكل أفقي عشان تقدر تبدي مساحة للناس إنها تبني لكن لو إحنا استمرين على هذا الشكل هتلاقي أن الدولة بتضخ مليارات الجنيهات في مسألة تطوير البنية التحتية اللي موجودة في قلب المدن دلوقتي لكن في نهاية برضو المردود مش هيبقى على المستوى المطلوب إلا أنك أنت النهار دا تعيد ترسيم المحافظات مرة أخرى تددي مساحة وقتاحة لامتداد عمراني بشكل أفقي لأنه ما اعتقدش برضو إن الامتداد الرأسي دلوقتي حيكون مفيد إطلاقا لا للمواطن ولا للدولة لكن اللي أقصده كمان في النقطة دي ستنايب أنه التوسع في كل محافظة وفق معدل الزيادة فيها آه طبعا ما أنت عندك برضو تعداد السكاني موجود في كل محافظة عشان في النهاية فاندي ما لايش نفسي عندي مجمعات عمرانية كتيرة جدا أو تجمعات عمرانية كتيرة جدا ومش تلاقيين اللي يسكنها فيها في محافظة وفي محافظة أخرى محتاجة شؤة ومحتاجة عمال دا برضو في إطار أن كل محافظة كان لها زهير صحراوي استطاعت أنك أنت تقيم فيها مشروعات تساعد على أن الناس تخرج مسألة بقى أن الناس تسكن في هذه العقارات أو الشواء اللي اتعملت زي ما قلت حاج برضو في مسألة الإتاحة بالنسبة لهم على المستوى المادي المحافظات بقى اللي احنا محتاجين فيها أيضا أن يبقى فيها توسع عمراني بشكل أكبر محتاجة إعادة ترسيم حدود عشان يبقى تقدر توفر لها زهير صحراوي مناسب طيب لما بنيجي نتكلم عن ملف الإسكان وملف تطوير العشوائيات أول ما بيتبادر لزهننا بيتبادر إسكان بس محدوذي الدخل مع أن حصل أكتر من نوع من أنواع التطوير فأكتر من ملف تحت ملف الإسكان يعني بنتكلم في الإسكان الاجتماعي بنتكلم في ملف الإسكان الفاخر كل مستويات كان حصل لها طفرة بيقدم لها آه طبعا يعني ده واضح جدا في المدن اللي بيتم طرحها للمواطنين حتى كمان مش بس على مستوى الشواء لكن كمان على مستوى الأراضي يمكن كمان طرحت وزارة الإسكان بقالها فترة طويلة جدا بتطرح قطع أراضي على كل المستويات سواء اللي كانت ليه محدودي الدخل أو الإسكان الاجتماعي أو كمان المناطق الأكثر تمييزا فبالتالي أنت عندك تنوع كبير جدا لشريح المجتمع المختلفة ده هيساعد برضو أن كل رب أسرة وكل مواطن يقدر يشوف ما يناسبه في إطار أنه طبعا سواء يتملك سواء كانت شقة أو يتملك قطعة أرض يقدر أنه يبني عليها له ولأولاده التنوع ده يدي لك برضو التفكير يعني ويدي لك الإتاحة أنه الدولة أيضا بتنظر بشكل مهم جدا في مسألة التخطيط يعني مثلا إحنا مش بنجيب حيطة أرض فاضية ويتم تخطيطها كده بشكل عشوائي وأي مواطن وأي حد ممكن يروح ياخد أي حاجة في أي وقت لا طبعا ده في إطار التنظيم معين في إطار ضبط معين لمنظومة العمران وأنا بقول حقيقة أن إحنا إن شاء الله في خلال العشر سنوات القادمة بإذن الله يعني نشوف شكل مختلف عن كمان الشكل اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي صحيح حصل تطوير دلوقتي لكن أتمنى إن شاء الله إحنا نصير على نفس النهج لأنه مهم جدا مسألة التواصل يعني ما عملش النهاردة تخطيط بشكل إيجابي زي ما إحنا شايفين ونيجي بعد كده لقدر الله مثلا تلاقي البورصة يعني البورصة انحرفت فعملنا برضو بشكل عشوائي أو سمحنا بمخالفات يتم تنفيذها دون وجود رادع أو عقاب أو حد يمنع الكلام طيب سيد تناب إيه دور القطاع الخاص في هذا الملف؟ شوف القطاع الخاص يمكن هو شارك بشكل كبير جدا برضو خلال العشر سنوات إحنا بنشوف دلوقتي القطاع الخاص موجود سواء في العاصمة الإدارية ويمكن ما فيش قبلغ من حديث يعني السيادة الرئيس لما قال إن العاصمة الإدارية لما تكلف الدولة جنيه ده يعني القطاع الخاص دخل فيه العاصمة الإدارية وبدأ نشوف النهضة اللي موجودة دلوقتي مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا لإنك أنت ما تقدرش على طول الوقت تترك الدولة إن هي تضخ فيها هذا القطاع مليارات لإنه برضو عليها التزامات في قطاعات أخرى فمسألة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في النهضة العمرانية وإعادة تخطيط مصر مرة أخرى أعتقد داشي إيجابي نحيساعدك كمان فيه جزب مزيد من الاستثمارات أكيد طيب إحنا فيه خطة موجودة يعني خطة المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية عشرين اتنين وخمسين فيه خطة محطوطة ماشيين فيها بخطوات الثانية طبعا ما نقولت الحديك إحنا دلوقتي ماشيين بخطوات سابتة العشر سنين اللي فاتوا دول ظهر لها المدن الجديدة اللي إحنا بنتكلم فيها أيضا الخطة الاستراتيجية مش بس متوقفة عند المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا هناك خطة استراتيجية بتتبنيها المحافظات من ضمنها التوسع والتمدد الأفقي خارج إطار الأحوزة العمرانية اللي موجودة جوه المحافظات زي ما قلت الحقيق إحنا على عشرين خمسين إن شاء الله وعشرين اتنين وخمسين هيبقى فيه شكل مختلف وشكل أكثر إيجابي مما نراه الآن اللي إحنا بيتمنى أنه إحنا نستمر في هذا النهج أن تتعظيم أيضا الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال سواء كانت قطاع خاص داخلي وطني أو شركات في دول شقيقة أو صديقة ده حيساعد كتير جدا إن إحنا نقدر نطبع هذه الاستراتيجية في أسرع وقت كل شكرا لحضرتك شرفتنا ونورتنا سيادة النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين شكرا جزيلا لكم شكرا لحضرتهم شكرا لحضرتهم